السلام عليكم. احطلا وبركاته. وزيلا جميعا مني. يا رب تكونوا كلكم بخير. كزا مرة يكون عندك ورق وعايز تعمل له سكان ما عندكش سكانر. ممكن لو صورته بالموبايل مش هطلع مصبوط. لان ممكن كامرة الموبايل ما تبقاش احسن من السكانر وده طبيعي. النهاردة جايب لكم برنامج ممكن تنزله على الموبايل وتعمل سكان لاي ورق عندك وتطلع ممتازة جدا حتى لو بصبور او اي شيء بدون سكانر. بس البرنامج ده يكون عندك. هتلاقي كل حاجة بيتسهلة بالنسبة لك. خليكم معنا ويدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان شاجعونا اكتر انتظرونا. البرنامج اللي هنعرفه النهاردة هو برنامج اسمه كام سكانر. البرنامج ده هيفيدنا جدا يا جماعة في اننا نعمل سكان لاي ورق عندنا محتاجين احنا نطبعه وهيظهر بصورة ممتازة جدا او حتى بصبور او حتى صورة اي حاجة عايزين نعمل لها سكانر. البرنامج النهاردة هنفتحه من عن طريق بلاي ستور عشان ننزله. ونكتب كام سكانر. ونعمل سيرش. هيطلع قدامنا كده. هو البرنامج الاولاني اللي فوق ده هتلاقي مكتوب عليه سي اس. طبعا انا عشان منزله فهو بيقول لي ان انت منزله وعايز ابديت بس. المهم هنطلع برا هو موجود عندنا برا كده زي ما احنا شايفين. هو البرنامج ده هنفتحه. دي الوجهة بتاعته هنختار تحت شكل الكاميرا اللي تحت ده عشان نبدأ نعمل صورة. هنعتبر المسأل ان دي ورقة زي ما احنا شايفين مش مزبوطة. من فوق اه كبيرة عن تحت. البرنامج ده من مزايا البتاعته ان هو بيزبط لك الاياسات بتاعت الورقة. خلينا مسأل ناخد الصورة دي. زي ما احنا شايفين بدأ يعمل لي اياسات للحاجة اللي موجود عندي. يعني بيقول لي ان هي هتبقى كده. اقول له انا مسأل لأ معلش انا عايز اكبرها شوية لان الورقة كلها هي من تحت شوية ومن فوق شوية. فهاجي ادوس مسلا على الزاوية من تحت. زي ما انا بدوس على الزاوية تحت بيبدأ يظهر لي من فوق الشكل اللي انا قريدي شغال عليه. علشان يبقى دقيق معي. بجيبها كده مسلا. اوكي. كده ازبط الحتة اللي تحت. واجي اللي على الشمال ده. احطها كده مسلا. بحركها عادي. واجي فوق عليمين. ازبطها زي ما انا شايف. وبيكبرها لي على الشمال علشان يقول لي ان دي الاتجاهات بتاعتك وانت ماشي فين. وكل حاجة. طيب انا كده مسلا عجبني كده. نشوف بقى لما نيجي نعمل اللي تحت دي. نكست. شايفين زبطها لكلها بالاياسات اللي انا عايزها. علشان ما تبقاش معوجة او اي حاجة. طبعا اه لازم ناخد في الحسبان ان دي اه حاجة مش ورقة يعني ساعات ما بتكونش مزبوطة قوي. طبعا لو عايزين نعمل سكان لورقة. لازم نحطها كده في مكان كويس ومفروضة. وبعد كده نصورها. طيب زي ما احنا شايفين هو قال لي ان هي دي اه الشكل اللي انت عملته. لو نشوف تحت فيه حاجة اسمها لايتن ماجيك كالر. دي كلها خيارات للون او للشكل بتاع الصورة القدامي. خلينا نجرب مثلا اوريجنال او الواحدة عالشمال. اوريجنال دي اللي هو بيقول لي ان ده الشكل الطبيعي بتاع اه السكانر الصورة اللي عندك. طيب احنا دايما بنشتغل على تاني واحدة اللي هي لايتن دي بتبقى اوضح شوية. وبيعمل لي اه دقة اكتر اه في الشكل بتاع اه الورقة. طيب انا مسلا عجبتني لايتن. طب افرد انا مسلا عايز ازبط فيها شوية. في عندي اه تحت باك ده طبعا ده اللي هو بيرجعني وراء عشان ابدأ اعمل لها ايدت تاني. اللي جنبها دي بيبدأ يحول الصورة لو انا مسلا واخدها مسلا معوجة يمين شمال اه اللي بعدها دي ما نستعملهاش. اه مودي فايل بعدها بندوس عليها. بيبدأ يجيب لي الخيارات اللي هو كنتراست. كبقى زود بنقص زي ما انا شايف براحتي بعملها. برايتنس مسلا زي ما انا شايف برضو. اه بعد كده الديتياز طبعا ده بيغمقها لي بفتحها لي. انا خليها زي ما هي احسن. طيب اوكي انا خلصت كده اروح اعمل سيف اللي جنبها. طيب انا كده عملت سيف. واصبحت هي دي الصورة او الورقة اللي معمول لها سكان عندي دلوقتي. طيب دلوقتي انا اصبحت عندي على الموبايل. انا عايز بقى ابعتها على الايميل. ابعتها على الواتساب او اصيفها عندي اه على الموبايل عشان استخدمها بعد كده. كل الخيارات دي موجودة عندي فوق. شايفين تاني واحدة من فوق اللي في النص دي. طيب ببدأ اضغط عليها لفوق. بل ايه جابلي كزخيار? في عندك ابارة عن اه تسيف اه او اه جي بي جي اللي هي ايميج على هيئة صورة. طبعا انا بنصح الناس لو هم عايزين اه يستعملوها كورقة وتبقى واضحة جدا عن طريق البي دي اف يا جماعة. لو هي كصورة هتبقى الاميج طبعا اللي جنبها دي بتبقى احسن للصور. طيب خليها نجرب ونشوف هتعمل ايه البي دي اف او الاميج. لو دوسنا على البي دي اف هتلاقي جابلك كلمة شير فوق. طيب ندوس عليها. هتلاقي بيقولك لو عايز تبعطها على الايميل لو عايز تبعطها على الواتساب على الجيميل على اي حاجة عن طريق اه بي دي اف. طيب خلينا نرجع تاني ونجرب الاميج. طيب لو حبيت اختار الاميج مسلا. هتلاقيه جابلي بقى خيارات تانية برضو. بس نفس الخيارات بس الفرق ان في حاجة زيها ده اسمها دي بتسايف لك الصورة اه في عندك اللي هو المكان بتاع الصور كلها. دي بتبقى كويسة بحيس ان انت ممكن لو عايز تبعطها لاي حد بعد كده تبعطها على الواتساب او ترفحها على الايميل بيبقى متخزنة عندك. دي الميزة في اه اللي هو اه الجالاري او اه تمام? كده احنا عندنا البي دي اف اه والاميج الاتنين دول هما اللي بنستخدمهم في حفظ الصورة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا جماعة وصفاتوا بيه وفعلا برنامج ممتاز جدا وفري يا جماعة موجود. ياريت اداموني بلايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.